فيديو النهاردة عندنا طلعت كورونا جاهزين؟ يلا بنا اهلا بك يا جماعة معكم معكم استعادتكم الكاوي والقناة دي معمولة مخصوص يتكلم عن مشاكل في وجهنا سوف صحتنا و شكلنا عددنا كل يوم و ازاي نواجهها عشان نبقى بحصة صورة و ننجح بشغلنا و ننجح بحياتنا يلا اعمل سبسكرايب و دو زوار الجرس عشان نفتك شديد كل اسبوع يلا بيها ان كانت في وضع النهارة كوفيد تسعتاشر او الكورونا من بتاعت اربع شهور كده اربعة مدية وهان في الصين قراروا يأكلوا الله و اعلم ايه وبعد كده عينك متشوف الا النور الدنيا تشقلبت حرفيا اتقلبت طب هو ايه الفيروس اللي اسمه الكورونا ده بيعمل ايه هل الموضوع فعلا مستهل كل ده اولا احب اناوه انك مينفعش تسمع لحد زي او اي انفلونسر تاني بخصوص الحاجات دي في الحاجات اللي زي دي انا و انت لازم نسمع للجهات المختصة والدكاترة اللي فهمه و درسه الموضوع كويس انا دكتور اه بس دكتور تخصص اخليك على وضعك مش كورونا والكلام ده فانا حاولت اقوم بدوري و جمعتلك شوية معلومات ازاي نخلي بالنا منه وكرر ده مش رايي ده رايي الدكتور المختصة اللي فهمه في الموضوع اكتر مني و منك انا بس في الكيس بتاعت النهاردة بنقللك المعلومات مش اكتر اولا ايه هي الكورونا انفلوانزا برد في شوية فروقات بسيطة بينها وبين البرد العادي هسبها لك على الشاشة بس في الاخر الكونسب تقريبا واحد برد طيب هل هي خطيرة اه عن ناس اللي منعتها ضعيفة زي الناس الكبار في السن بتقلم معهم بمشاكل في الجهاز التنفسي هب يتكلم كلمة السر مناعتهم ضعيفة طيب هل الارقام ونسب الوفيات بالنسبة لنسبة المصابين بتقولك الموضوع كبير لا نسبة الوفيات لا تتعدى الخمسة في المية اقل من انفلوانزا الخانزير والصارس وانفلوانزا الطيور بكتير انك تنزل تلكة بعربية وتسوق في الشارع ده حرفية اكتر منه ومش مبالغ على فكرة امال انتانية مقلوبة ليه من اللي وصلني واللي انا شفته وانا بعرف الحل الكويه السدقني اعتقاطي شخصي بيقولي ان خطورت الفيروس مش انه فتاك وبيموت لا خطورته في سرعة انتشاره مش عارفين لسه نحلق عليه فلما ينزل بلد وينتشر بسرعة رهيبة بتاعته المستشفيات ما تبقاش قادرة على الاعداد المهولة من المصابين اللي بيقولها بالذات ان الموضوع جديد والمصابين بيه مظهورين منه ففي الغالب كده الحكومات زق الاعلام انه يكبر الموضوع قوي لدرجة ان الناس تخاف وتحرص بزيادة فما تنزلش من بيتها عشان الاعداد متبقاش مهولة والمستشفيات قادرة تستعمل عشان يعرفوا يحتوي الموضوع في المستشفيات خصوصا ان الاعداد لو بقت مهولة في بلد زحمة زي بلدنا هيحصى حالة زعر وهلع ان الفيروس جديد والمستشفيات مش قادرة تستعمل طب احنا مطلوب مننا ايه؟ على فتنة مش مطلوب منك اي حاجة جديدة انت لو بتشوف القناة من زمان غالب ما هتبعى عارف اصول النظافة الشخصية وهتبعى عارف كل اللي احنا نقوله دلوقتي بس برضو دي اساليب الوقاية ولازم نأكد عليها يلا وينو اول حاجة هنخسل ايدينا كويس ودي حاجة احنا مش محتاجين فيروسات عشان نعملها بعد ما تكون جيت من برا وتكون مسكت حاجة الناس كلها بتمسكها اكرة اي باب زرار اي اسنصير لعبت في الجيم ركبت مواصلات اي حاجة زي دي لازم تخسلها كويس متاع 40-50 ثانية كده وفرقها كويس ما تكروتهاش تاني حاجة نام كويس واشرب ميا كتير واظن دول مش لازم اقول ليه اللي بعده تالت حاجة ابعد عن الاماكن الزحمة بلاش مولاد بلاش اهاوي بلاش تضبط سفرية مع الشباب دلوقتي حاول على قد ما تقدر ما تركبش مواصلات الا لو انت مضطر لو انت مضطر تركب مواصلات وتروح اماكن زي الهايبر مثلا تجيب اكل يبقى اساسي وتخسر ايدك قبل ما تلبسها وتلبسها في البيت وتنزل بيها وما تقلعهاش خالص لحد ما ترجع البيت ولما ترجع البيت تقلحها وتخسر ايدك بعديها وقوع تقلحهم كده تقلع واحدة والتانية تمسك بيدك العريانة الفردة من برا كده احنا ركبنا قطر الستة الى تلت الطريقة الصح انك هتجيب صباعة تخليه خش في الفردة التانية من تحت يلف ويعمل عقدة ونفس الكلام مع الصباعة التاني وتخليهم ايه يشدوا بعض تمسك الجوانتي من جوه وبتقلعه بالنسبة للكمامات ممكن تلبسها لو انت عايز طبقت حماية زيادة والدنيا زحمة بس لو انت عيان اساسي ولازم تلبسها عشان ما تحديش غيرك لحد ما تروح المستشفى طب هتقول لي ايش عرطني ده كورونا هقولك تلبسها لو عيان اي عيان لو الجن بتاعك متقفلش اولا يا بختك ثانيا حاول تروح في الاوقات اللي ما بيبقاش زحمة فيها حاول تروح الصبح بدري مثلا رابع حاجة الساني تايزر او معقب الادين وطبعا ما تجيبش ده او ديتول اللي بيتباع في الصيدليات عشان ده انتي بكتيريال ضد البكتيريا مش الفيروسات انت عايز حاجة فيها كحول ما يقلش نسبته عن 60% فيه كحول ازيلي بيتباع في الصيدليات ب15 جنيه هسيب لك صورته ايه يا رب بتلاقيه ما لايتوش اعمل زي هيتعلبت انتي بكتيريال من ده وفضيها وروح بعد كده لمستشفى او ماك او اي مطعم هتلاقي كحول ازيلي عالحيطة ده طبعا هيبقى معك دايما في جيبك او في الشنطة عشان لو ملكش اكسز انك تغسل ايه ده خامس حاجة المالتي فيتامين وده مكامل اتكاليبنا عدنو مليون مرة قبل كده مش محتاج فيروسات عشان تاخدو فيه الفيتامينات اللي جسمك محتاجها كلها واهمهم في حالة بتاعتنا هنا فيتامين سي فيتامين سي هو اللي بيخلي مناعتك كويس لو دينا ناشفى معاك ومش عارف تجيب مالتي فيتامين فيه اراث فيتامين سي بتتبع في الصيدلية بس كده سيري الموضوع محتاج منك انك تبقى مسئول شوية عشان محدش هياخد باله منك ومن صحتك قدك هتلاقي بدونية زي البول والله الموضوع مش محتاج هلع او زعر والمفروض انك عارف كل ده ومش محتاج فيروسات عشان تعمله لو انت في الشغل حاول تخلي بتوع نظافة يعقموا اكر الباب وزرائي الأسنصير واي حاجة الناس كلها تمسكها لقدر الله حصيت بعاية اي عاية ما تخافش خالص البس الكمامة والجلافز ما تختلطش بالناس وهب على توقع المستشفى ما تقلقش هتخف بسرعة اي حاجة في الدنيا لازم يتعامل معها بهدوء وتركيز عشان نعرف نظباتها الجنان والهلع للناس الغلبانة وبكدك بوصير ايهات كمال ما هذا اتمنى الحاجة كنا اعرفتكم لو فيديو فادك باي حاجة اعمل لايك اتفرج على باقي الفيديوهات في القناة واعمل كومت قولي فيه هتعمل ايه في البيت بما ان انا عادين فيه كتير الفترة الجاية وزي ما بدون كل الحلقة حط نفسك قبل كل حاجة انت الاهم انت الاول وقبل اي حاجة خليك على وضعك اشوفكم حلقة جاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة